بريباط أشرف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة على الافتتاح الرسمي لمتحف الجيولوجيا والمعادن والطاقة بعد تحديثه وتجديد مرافقه كما أعطى انطلاقة العمل بالتطبيق المعلوماتي الجغرافي للخرائط الجيوعنمية الوطنية الذي أعدته الوزارة افتتاح المتحف يعكس الأهمية التي توليها الوزارة لمسألة التراث الجيولوجي الوطني من خلال عدة إجراءة وتدابير مؤسساتية وقانونية وتحسيسية وإعلامية تتوخى سيانته وتثمينه والحفاظ عليه والترويج له وطنيا ودوليا وزارة طاقة والمعادن والتنمية المستدامة قامت بتصميم وتطوير التطبيق المعلوماتي الجغرافي للخرائط الجيوعنمية الوطنية في إطار الحرص على دعم مقتضايا القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات وضمان خدمة عمومية فعالة في سياق هذا التوجه التكنولوجي والتنظيمي الجديد التطبيق المعلوماتي الجغرافي للخرائط الجيوعنمية الوطنية الذي أعدته الوزارة يهدف بالخصوص إلى تثمين المعطيات الجيوعنمية للمصلحة الجيولوجية الوطنية وتنظيم وتسير الولوج للمعرفة وترويج ونشر التخريط الجيوعنمي بالمغرب كما يساهم هذا التطبيق في تبادل المعلومات من خلال تطوير قواعد المعطيات والنظم المعلوماتية والرفع من الجاذبية الجيولوجية والمعدنية للبلاد واستشراف تطور الحاجة إلى تبادل المعطيات من أجل التمكن من تدبير الموارد الطبيعية وتدبير التراث الطبيعي وتهيئة المجال الترابي وتدبير المخاطر الطبيعية التطبيق المعلوماتي الجغرافي للخرائط الجيوعنمية الوطنية سيقدم كل المنتجات التخريطية للمصلحة الوطنية الجيولوجية المنجزة على مدى أكثر من مائة سنة بالإضافة إلى مختلف الأورش المستقبلية من خلال محاركات بحث تربط المعطيات الموضوعية بالتقسيم الإداري للمملكة ليشكل بذلك أداة مساعدة للتخطيط واتخاذ القرارات على المستوى الجهوي والوطني اشتركوا في القناة